أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حادث المينيا لن ينال من إرادة المصريين في استمرار معركتهم في البقاء والبناء اشدد الرئيس السيسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب وملاحقة الجناء معربا عن حزنه الشديد لسقوط شهداء في الحادث الذي يستهدف النيلة من نسيج الوطن وتمنيا في الوقت ذاته الشفاء العاجلة للمصابين